المطارات في العالم هي وجه للبلدان التي تمثلها والارتقاء بها يعبر عن واقع البلد الذي تمثله وفي مطار بغداد الدولي تحدث كثيرون عن نقلة تحدث تدريجيا من النواحي التنظيمية والإدارية لاحظ تأثيراتها المسافرون العراقيون أو الوافدون إلى البلد قسم الجوازات في المطار يؤكد على أن الانسيابية المشهودة لم تكن إلا بتضافر الجهود والعمل الدؤوب والدقيق خصوصا في أيام نقل الحجاج إلى بيت الله الحرام الحمد لله والشكر أنه فترة الحج طائرات تقريبا يومية خمس إلى ست رحلات أدينا عملنا بصورة صحيحة وما كانت أي مشكلة وكل الحجاج كانوا ممتنين لكل دوار العاملة في مطار بغداد الدولي طبعا الحمد لله جراءات الدخول كانت كل سهلة وحسن ما كانت قبل الحمد لله الدخول كان سهل وممتاز وبكل سهولة تدخل سيارتك تدخل باب المطار تنزل بكل أريحية أنه يستقبلوك الموظفين تسلمهم الجناط وتدخل كانت لمور كل السهلة والسهلسة فيما يستحدث قسم الجوازات مختبرا حديثا ومتطورا بأجهزة مواكبة لما موجود في مطارات دولية لبلدان متقدمة مهمة هذا المختبر هو كشف الجوازات المزورة والشبيهة بنسيابية تسمح باستمرارية العمل دون مشاكل أو معرقلات قد تعرض واجهة البلاد إلى إشكالات معينة مختبر فحص الوثاق وتحليل بيانات المزورة يعتبر مختبر من الأجزاء المهمة تابعها قسم جوازات مطار بغداد الدولي يمتلك المختبر الأجهزة الحديثة المتطورة اللي تساعد الكادر الموجود حاليا في مختبر فحص الوثاق من ضباط ومنتسبين في معرفة الجواز المزور ومعرفة الجواز المحرف ومعرفة الجواز الشبيه الانتقال إلى مراحل متقدمة والوصول إلى مستويات عالية من الأداء التنظيمي في مطار بغداد الدولي خلال الأيام الماضية هي مطلب عراقي قديم يريد من خلاله المواطنون أن يكون واجهة البلد لائقا بتاريخ العراق وحضارته ومكانته بين العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر